اشتركوا في القناة مستوى التوتر في الشرق الأوسط آخذ للإزدياد رافعاً معه احتمالات الصدام العسكري والمواجهات فقد شهد العراق وشرقي سوريا أولى بوادر هذا التصعيد حيث تعرضت بعض القواعد الأمريكية هناك لإستهدافات خلال الأيام القليلة الماضية وفي خطوة نوعية تأتي في سياق هذه المجريات يستعد الجيش الأمريكي لإرسال 230 جندياً من وحدة الحرس الوطني التابعة لولاية أوريغون إلى سوريا والعراق حيث ستقوم هذه الوحدة بتقديم الدعم الأساسي في الدفاع المدفعي للقوات الأمريكية وشركائها في التحالف الدولي في المنطقة كما سيخضع الجنود لتدريباً مكثفاً في قاعدة فورتسيل في ولاية أوكالهوما حيث سيتقنون مهارات في عمليات الدفاع ضد الصواريخ والمدفعية والطائرات من دون طيار وذلك قبل التوجه إلى سوريا والعراق بحسب إدارة الجيش في ولاية أوريغون بالإضافة إلى ما سبق أفاد تقرير لصحيفة العربي الجديد بأن الجيش الأمريكي استخدم تعزيزات جديدة إلى قواعده في شمال شرق سوريا حيث هبطت طائرة شحن تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة خراب الجير في ريف منطقة رميلان شمالي محافظة الحسكة قادمة من الأراضي العراقية محملة بتعزيزات عسكرية ولوجستية إضافة إلى جنود يرى مراقبون أن تفاقم التصعيد بين إيران وإسرائيل بعد اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية وتلويح طهران برد قوي على تل أبيب حيث باتت واشنطن تستشعر جديا بأن الأوضاع في الشرق الأوسط قد تخرج عن السيطرة بأي لحظة أجدد ترحيبي بضيفي في الاستوديو العقيد حاتم الراوي المحلل العسكري والاستراتيجي من نصف ضيفي بالاستوديو وأيضا نرحب بضيفي مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والمختص في الشأن الأمريكي من واشنطن مرحبا بكم سأبدأ معك سيطة العقيد حول الأهداف العسكرية من وراء إرسال 230 جندي إضافة إلى سوريا والعراق هل الأمر اليوم مرتبط بهذا التصعيد في المنطقة؟ هل هي عملية تعزيز للجنود أم تبديل القدامى؟ بالنسبة لتجديد الجنود هذا أمر أوتوماتيكي لكن كون هذا التعزيز يأتي في هذا الظرف فأنا أقول أنه هو عبارة عن رسالة ليس أكثر لأن العدد الذي تتحدث عنه أمريكا هو عدد قليل جدا يعني هي ليست القوات الكبيرة يعني أن تصوري أنها باخرة مثلا حاملة طائرات طاقمها خمسة آلاف مقاتل من المارز ومن طيار إلى عسكري يعني 320 أو 230 ولكن هي تعزيز أم تبديل للقدامى؟ تبديل يعني كونه حكم في هذا الظرف بالذات يعني يستبعد التبديل لأنه أنت الآن يعني ضمن معركة لا يمكن أن تأتي ضمن المعركة تقوم بتبديل العناصر المحاربة لذلك هو سيأتي على شكل تعزيز وحتى هذا التعزيز ليس يعني هو التعزيز الذي ينم أو يشي بنية كبيرة لتحرك أكبر هي عبارة عن عملية أنه أنا موجود وأنا أحمي هذه المنطقة طيب سيد مسعود هل هذه التعزيزات الأمريكية يمكن أن تكون مرتبطة بالتصعيد المحلي بين قسد من جهة وبين قوات النظام وإيران من جهة أخرى أولا تحية لك تحية للضيف الكريم في الستوديو معكم وتحية للمشاهدين الكرام هذا التحرك أولا كما تفضل حضرة العقيد فعلا هذا ليس تبديل لأن التبديل عادة يجري بصورة طبيعية روتينية كل بضعة أشهر يتغير قطم ولا يعلن عن ذلك عندما يعلن عن إرسال 230 عنصر هذا يعني أن هذه عناصر إضافية نظرا للظروف التي نحن نعيشها الآن في هذه المنطقة بالذات ليست فقط بالنسبة إلى سوريا بالذات إلى قصد بالذات ولكن إلى المنطقة بكاملها وفيها تماما كما تفضل حضرة العقيد فيها رسالة أولا رسالة إلى أن الولايات المتحدة جاهزة إلى الدعم وإلى حماية جنودها وقواعدها الموجودة في هذه المنطقة الرسالة الثانية هي رسالة تحذيرية أي لا تحاولوا أن تقوموا بأي عمليات ضدنا نحن هنا موجودون جائزون وفي أي وقت نستطيع أن نزيد عدد قواتنا جاهزة لحماية قواعدها ولكن سيد مسعود هل يمكن الولايات المتحدة أن تحمي قواعدها من هجمات المسيرات عبر عدد محدود من الجنود يتم إرسالهم ضمن عدد أو رقم كما تفضل ضيفي رقم ضعيف جدا نعم صحيح لست خبيرا عسكريا ولكن محاربة المسيرات لا تفرض عددا كبيرا من الجنود هذه قضايا تكنولوجية تحارب المسيرات بطرق تكنولوجية أكثر من بعديد من الجنود المتواجدين هذا برأيي أنا طبعا وقد أكون مخطئا رأيي أنا هذه رسالة واضحة للحلفاء في المنطقة بأننا موجودون وسنستمر ويمكن أن نعزز قوانا في أي وقت كان ورسالة أيضا للأعداء بأن لا تحاولوا أن تهجموا أو تقوموا بعملياته ضدنا نحن هنا جاهزون وباقون هذه هي رسالة لويات المتحدة الرئيس بايدن الآن حزبه الديمقراطي المنخرط في الانتخابات الرئاسية عبر كامالا هاريس لا يستطيع أن يظهر ضعفا وينسحبا نعم طيب سأعود إليك عقيد حاتم يعني قبل أن أنتقل إلى مسألة التعزيزات الأمريكية ومن أين ستأتي ضيفي تحدث عن أنه هذا يعني هو الهدف منه حماية القواعد الأمريكية ولكن هذا العدد هل كافي لحماية القواعد الأمريكية من هجمات المسيارات أشار ضيفك العزيز يعني أعطى إشارة لنقطة جدا مهمة يعني كون العدد بهذه القلة يعني 230 عنصر هؤلاء يعني 100% هم ليسوا جنود مقاتلين على الأرض وليسوا رماد دبابات هؤلاء خبراء بالتقنيات الحديثة لمجابهة ومواجهة المشيرات ولسيما أن هذه التقنية بشكل يومي تتطور الآن لذلك أمر عادي أن يرشل وعد النقطة يعني تدخلنا إلى نقطة أخرى أن التعزيزات الأمريكية ستكون من فوج المدفعي ماذا يعني ذلك عسكريا دفاع جوي يعني يعني مجرد أن قلنا يعني الدفاعة الجوية أو الدفاعة هو تخصص باتجاه ما يأتي من الجو ليس ما يأتي من الجو إلا الصواريخ بعيدة المدى ممكن أيضا تضم إلى هذا التصنيف فهؤلاء لصد يعني حائط صد نسميه للمشيرات وحتى الصواريخ التي تستهدف منطقة معينة لكن أحب أن ننوه هنا عن نقطة أنه ما تزال حتى اليوم القواعد الأمريكية الموجودة في منطقة الجزيرة السورية بالكامل وهذه نعرفها كما نعرف فيوتنا يعني كما نعرف الشوارع التي في مدينتنا هي محمية أكثر مما هي محمية من قسد ومن الأمريكان محمية من قبل إيران لأن إيران عندما تقصف وهذا تكرر على مدى سنين ونراه بعيننا تقصف سواتر هذه القواعد يعني مثلا قصفت اليوم مبارح خراب الجير خراب الجير هو عبارة عن قاعدة لهبوط الطائرات الحوامات أو ما يشبه الزراعية يعني الطيارات الصغيرة التي لا تحتاج إلى مهابة طويلة ومساحة القاعدة بالكامل لا يتجاوز أربع مرات ملعب كرة قدم يعني إذا أرادت إيران أن تقصفه بشكل ضحيح قادرة على تدميره بأربع صواريخ تدميره بالكامل هو والطائرات الموجودة فيه ومع ذلك نجد أنه لم يسبق أن تعدى مقذوف واحد الساتر الترابي لكل هذه المناطق التي تقصف طيب سيد مسعود ضمن السياسة الأمريكية في سوريا زيادة عدد الجنود الأمريكيين في سوريا هل يخالف ما قيل عن انسحاب للقوات الأمريكية في سوريا لا يوجد فكرة جدية في الولايات المتحدة لدى الإدارة الأمريكية الحالية بالانسحاب لا من سوريا ولا من أي منطقة أخرى في الشرق الأوسط عندما نرى حاليا التعزيزات بالأساطيل التي يزداد عددها ونوعيتها حاليا بالقدوم وخاصة كما قلت منذ لحظة أننا في سنة انتخابية والإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تظهر أي نقطة ضعف في الانسحاب فيه نقطة ضعف ورأينا ما حصل في الانسحاب من أفغانستان في مطلع إدارة الرئيس بايدن في العام 21 لذلك إدارة الرئيس بايدن الغاطسة في الانتخابات الرئاسية الآن وإن لم يكن هو مرشحا ولكن نائبته مرشحة عن العزق فهو يقوم بكل ما يمكن القيام به من أجل إظهار القوة سواء بالنسبة إلى الدفاع عن إسرائيل وعن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة أو أيضا بالنسبة إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة هذا هو بوقف الإدارة الأمريكية الحالية كما أفهمه شكرا جزيلا لك ضيفي من واشنطن مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والمختص في الشأن الأمريكي أيضا شكر لضيفي في الاستوديو العقيد حاتم الراوي المحلل العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لكم وشاهدين إلى محور للأخير ابقوا معنا